صحياً هنأ وزير الصحة عبدالحق سيحي عبر مشور في صفحة رسمية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفريق التبيل لزراعة الكلاب المركز الاستشفائي الجامعي لباتنة تحت قيادة الدكتور وغلاد حسام الدين نظير الجهود المبذولة بكل احترافية وروح المسئولية والتفاني في العمل بعد نجاحه في عملية زرع كليا لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والتي تعد الأولى من نوعها مغاربياً وإفريقياً للإشارة فقد تمت عملية زرع كليا لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والتي تعد الأولى من نوعها مغاربياً وإفريقياً حسب وزارة الصحة